نريد كيفية فتح وورف خاصة داخل الفصل لورش العمل حيث يكون فيها أكثر من مجموعة حاضر أوضح بس جزئية الاختبار بسرعة حضراتكم لما بديجي ننشي اختبار بنعمل إنشاء الاختبار نعمل إنشاء الاختبار وهنمشي بخطوات كده سريعة ننشي الاختبار بس بعد ما بننشي الاختبار الاختبار بيظهر لنا هنا في القايمة دية بيظهر لنا في القايمة دي فلما يظهر هنا يبقى إحنا محتاجين نعمل حاجة اسمها إيه إضافة يبقى بعد ما بننشيه هينزل عندي في القايمة طالما ظهر عندي في القايمة يبقى لازم أعمله بعد كده إضافة يبقى أجي أحدده كده وهم إيه وهم آي الإرسال علشان أبتدي إن أنا أحدد وإن أنا أضع خيارات وإعدادات الإيه الاختبار فطبيعة الحال حضراتكم إنشاء هوت هذا الإنشاء هذا الإنشاء فحضرتك هتسمي مثلاً ده مثلاً تقييم مثلاً تقييم واحد أو أي كان المسمى الخاصة بالاختبار الوصف والإرشادات مهمة جداً الوصف وعندي الإرشادات الإرشادات مهمة جداً في الاختبار الوصف طبعاً حالكوا عارفين وصف اختبار بيكون إزاي الاختبار عبارة عن إيه كم سؤال المدة زمنية بتاعته 60 دقيقة عبارة عن مثلاً اختياري صح وخطأ صواب وخطأ فده وصف للإختبار وعندي إرشادات إن أنا برشد الطالب استخدم اللامتوب استخدم المتصفح حدث المتصفح حل الأسئلة كلها اضغط على زر بعد حل الأسئلة كلها اضغط على زر الإرسال ففي إرشادات لا بد أن احنا نقولها أو نحطها في الوصف وبعدين بنضغط على زر الإرسال بعد أن نضغط على زر الإرسال كده أنا أنشأت اسم ووصف وإرشادات للإختبار لكن لسه لم أضع الأسئلة داخل الإختبار لازم أن أنا أجي هنا وضع الأسئلة داخل الاختبار هي طبعا هتلاحظوا حضراتكم إن أنا عندي أنواع كتير للأسئلة يعني أهمها هنا هنقولها بسرعة اللي هو متعدد الاختيارات وصواب وخطأ وبالتالي لو خدنا مثلا سؤال صواب وخطأ هيجي لحضراتكم هنا يعني هنقول نص السؤال أي نص للسؤال أي نص أنا هكتب بس حتى تدوى السؤال الأول عشان الوقت وهقول والله إن إجابته ديت هي إجابة مثلا إجابة صواب تمام وبعدين أنا باجي عن إرسال فأنا دلوقتي لو حضراتكم تلاحظتم هتلاحظوا إن فيه سؤال وإن الإجابة بتاعته المفترض إن هي إجابة صحيحة وده سؤال واحد موجود عندي وإجمال النقاط بتاعته من عشر نقاط وعاوز إن أنا إيه من عشر نقاط أنا عاوز أخليه نقطة واحدة أعمل إيه أضغط هنا عند العشر نقاط ديت وإن أنا أجي كده أخليها نقطة واحدة أو درجة واحدة أو درجتين أو اتنين أو تلاتة أو أربعة مفيش مشكلة وبعدين أنا أقول إرسال هتلاحظوا حضراتكم إن أصبحت النقاط من الاتنين هو عندي سؤال واحد من إيه من درجتين طيب باجي هنا بقى درجة عندي إنشاء سؤال وعاوز أجيب نوع تاني يبقى عندي متعدد الاختيارات يجي عندي متعدد الاختيارات أبتد إن أنا أضع نص السؤال نص السؤال بالنسبة لي مهم يبقى لازم هنا في الجزئية دي أكتب نص السؤال بتاعي تمام اللي هو هنا تحت وليكن أنا أكتب بس السؤال التاني بس السؤال التاني وأبتدي طبعاً لأنه متعدد الاختيارات وعندي إيجابة واحدة فلابد إن أنا يبقى عندي عدد من الإجابات هو هنا محدد لي إن أنا عندي أربع إجابات والطالب هيختار إيجابة واحدة فهو إيه اللي إن الإجابة الأولى اللي هو محددها بلون الأزرق إن الإجابة الأولى دي لما أنا أحددها هنا هتبقى هي دي الإجابة الصحيحة يبقى أنا هنا الاختيار الأولاني هنا أنا أكتب هنا الإجابة الأولى طبعاً يبقى دي إيه الصحيحة طب أنا عندي كمان هنا الإجابة أنا مثلاً الإجابة التانية مثلاً الإجابة التانية لو أنا حددت كده يبقى إذن الإجابة التانية هي الإجابة الصحيحة اللي النظام يجب أن يتحسب الأجابة Di ولكن لو الإجابة الأولى هي الأجابة الصحيحة يجب أن يحددها أعلم وأقول له لأ إجابة الأولى هي الأجابة الصحيحة فعل métier الطالب يختار الإجابة الإيه؟ الإجابة دي. الإجابة دي تحديداً يعني. وبالتالي عندي طبعاً عندي هنا الإجابة التالتة. سمح لكم شايفين. عندي الإجابة الرابعة. ما فيش أي مشكلة خالص. وبتلاحظوا حضراتكم كمان إن خلاص. أنا هنا في الحالة دي ممكن أظهر الإجابات بترتيب عشوائي. أظهر الإجابات بترتيب عشوائي. وابتدى إن أنا أتحرك. ما عندش أي إعدادات تانية مهمة في السؤال ده. وأقول له إرسال. سؤال عليه 2 درجتين. زي مح لكم شايفين. وسؤال عليه 10 نقاط. فأصبح عندي سؤالين بـ 12 درجة. طب أنا نفترض أن أنا عندي 20 سؤال. عندي 15 سؤال. هل هعود أنا كده أضغط عندي على 2 وعدلها. أضغط على 10 وعدلها؟ لا. أنا باجي هنا عند حاجة اسمها تحديد الكل. تمام. هو حدد الكل. هو حدد لما أنا ضغطت على الكل. أم هو محدد لي كل الأسئلة. وبعدين أضع هنا النقاط اللي أنا عاوزها. عاوز كل سؤال من نقطة واحدة. وبعد ما أكتب هنا واحد. أقوم عامل إيه؟ أضغط على كلمة إيه؟ تحديث. فأنا هعمل دلوقتي زي مح لكم شايفين. واحد. أضغط هنا واحد. وأكتب واحد. وبعدين أضغط على إيه؟ على تحديث. هتشوفوا حضراتكم اللي لا يحصل. خلاص هو خلى كل الأسئلة اللي عندي من نقطة واحدة. أهي. خلى كل الأسئلة من إيه؟ من نقطة واحدة. يبقى عندي سؤالين أصبح عندي سؤالين من إيه؟ من درجتين. ما فيش مشكلة. طيب لو أنا عندي مثلا في العشرين سؤال مثلا عندي عشرين سؤال 10 صواب خطأ و10 متعدد الإيه؟ الاختيارات. هل أنا الصواب خطأ؟ أنا عاوز أخليه من درجة؟ وعاوز متعدد الاختيارات أخليه من درجتين. أعمل إيه؟ يبقى أعمل حاجة هنا بدل محدد الكل أقول له حسب النوع حسب النوع. أجي هنا وأقول له النوع هتلاحظ حضرتك ان ايه هيجيب لك كل انواع الاسئلة اللي انت ضيفها في الاختبار فانا عاوز سواب وخطأ خلاص اختار سواب وخطأ فهو حدد لي هنا لما انا اخترت سواب وخطأ حدد لي كل اسئلة سواب وخطأ هيحددها لكن متعدد الاختدارات مش هيحددها يبقى بعد ما حددت كل اسئلة سواب وخطأ ابتدي عند النقاط اضع اقول له انا عاوز السؤال السواب وخطأ يكون من درجتين وقول له تحديث يبقى كل اسئلة سواب وخطأ هيخليها من ايه من درجتين واجي تاني في النوع اقول له انا عاوز متعدد الاختيارات حددهولي وخليلي الدرجة بتاعته مثلا من ثلاثة او من اربعة يعني اجي هنا وقول له خليها لي من ثلاثة يبقى اذا كل اسئلة متعدد الاختيارات حددها لي وخليها لي من ايه من ثلاثة يبقى لازم اضغط على كلمة تحديث اهو تحديث هيحدد لي ايه هيحدثها لي يبقى اصبح عندي دلوقتي كل اسئلة سواب وخطأ من درجتين كل اسئلة متعدد الاختيارات من ثلاثة وتلاحظ حضرتك ان انا عندي اتنين سؤالين واحد من درجتين واحد من ثلاثة اصبحوا خمسة يبقى اصبح كده ايه تعديل النقاط بسهولة من غير معاود اعدل سؤال سؤال بايه بنفسي من غير معاعدل سؤال بايه سؤال بنفسي طيب الدكتور جمال بيسأل بعد اعداد الاسئلة كيف يتم اضافتها تمام انا دلوقتي هكمل حضرتك الخطوة احنا بعد ما سوينا الاسئلة ودول سؤالين على سبيل المثال هنضغط على زر موافق انا موافق هنرجع دلوقتي حضرتكم للصفحة الاولانية خالص اللي كنا بننشئ منها اختبار جديد اها دي الصفحة الاولانية اللي كنا بننشئ منها اختبار جديد واتلاحظوا حضرتكم ان الاختبار هو موجود تحت في القيمة اسمه تقييم واحد اللي احنا انشأناه يبقى ما علينا اللي احنا نعمل حاجة اسمها اضافة الكلمة نفسية اضافة اختبار اسمه تقييم واحد يبقى احنا دلوقتي هتحدد تقييم واحد وتضغط على زر ارسال وبعد ما تضغط على زر ارسال هندخل على اخر صفحة اللي هي ايه اللي هي اعدادات الاختبار اعدادات الاختبار طبعا عندي معلومات الاختبار عندي الوصف تمام وبعدين بقول له والله اعرض الوصف اعرض الارشادات خلي الوصف والارشادات يظهروا للطلاب اتاحة للطلاب يبقى فيه اتاحة للطلاب عندي اضافة اعلان زي ما حالكم شايفين عندي طبعا فرض الإكمال بلاش عندي تعيين المؤقت يعني الطالب دلوقتي لما يدخل يؤدي اختباره هيبقى عنده كم دقيقة عنده 60 دقيقة عنده 80 دقيقة عنده مثلا 100 دقيقة حلاص أنا هدل الطالب 100 دقيقة ما فيش مشكلة بناء على عدد الأسئلة وعلى السياسة اللي موجودة طيب عندي كمان تشغيل إرسال تلقائي مهم جدا تشغيل إرسال تلقائي ليه تشغيل إرسال تلقائي علشان الطالب لما يوصل للديقة 100 السيستم هو يحفظ اختبار الطالب ويرسل محاولة الطالب على الاختبار من غير ما الطالب ما يكمل لو أنا عامل إيقاف التشغيل الطالب هيعدي الديقة 100 هيبقى عنده الديقة 101 102 و 103 و 110 والطالب عمال لسه بيحل الاختبار لذلك أنا بقول للنظام إيه شغلي الإرسال التلقائي في حال إن الطالب جات الديقة 100 ومش عاوز يسلم الاختبار بتاعه شكرا للمشاهدة محاولة طالب